مساء الخير وصباحه نلتقي إن شاء الله لمدة سنة دراسية كاملة على جملة من الدروس في مادة العربية أنا الأستاذ لا زهر بالرحومة أستاذ العربية في المعاهد الثانوية أقدم لكم جملة من الدروس تتعلق بمحاور العربية في الشعب العلمية والاقتصادية للسنوات الرابعة نستعد فيها إلى امتحانات السنة الدراسية ونستعد ضمنياً لامتحانات نهاية السنة عسى أن يكون درب النجاح سالكاً ونحاول إن شاء الله أن نتغلب على جملة من الصعوبات أساساً في الكتابة وفي طرق الإجابة سيكون عملنا قائماً على جملة من الدروس النظرية تتعلق بالمحاور المدروسة إثر كل محور سنحاول أن نقدم جملة من التطبيقات هي إذن جملة من الدراسات النص نعلمكم فيها الإجابة عن أسئلة الفهم وإبداء الرأي وإبداء الموقف وأسئلة اللغة والإنتاج الكتابي وتتنوع هذه الأنشطة حتى تجعل اقتداركم على إنجاز الامتحان قدرة هائلة وتجعلكم تعانقون التمييزة إن شاء الله نلتقي إذن في المحور الأول حول التفكير العلمي باعتباره مظهراً مظاهر الحضارات العربية قديماً فكثيراً ما نعت العرب وحضارتهم العربية الإسلامية بأنها حضارة شعر وأدب ولم تكن حضارة علم ومعرفة وقد اتهم العرب كثيراً بأنهم كانوا مجرد جسر عبرت عليه المعارف من اليونان أو من أوروبا الشرقية القديمة إلى أوروبا الغربية الحديثة سنحاول أن نبين أن العرب ما كانوا جسر عبور وإنما كانت لهم بصمتهم وأن هذه البصمة قد ظلت دائماً علماً وضوءاً منيراً ساطعاً لا يستطيع أن يحجبه أولاً كل حاقد أو كل شخص متجنن على هذه الحضار ولنا محور ثاني المحور الثاني سيتعلق بمظهر آخر من مظاهر الحضار لا يمكن الحديث عن حضارة عربية في غياب الفن الحضارة لا تبنى بالعلم فقط ولكن تبنى بالعلم والفن ولذلك سندرس في المحور الثاني مظهر من مظاهر الحضارات العربية قديماً وهو الفن والأدب وسنرى أن العرباء بقدر ما تميزوا في مجالات العلوم بقدر ما تميزوا في الفن والأدب وسنفصل القولة في كل محور على حدة في أوانه في المحور الثالثي هو محور يتعلق بشواغل الإنسان العربي المعاصر أولها محور يتعلق بحوار الحضارات ويأتي هذا المصطلح بديلاً عن مصطلح إذن ظهر في نهايات القرن العشرين وهو مصطلح إذن صدام الحضارات وبعد الحرب الباردة وبعد الحرب العالمية الثانية اتجهت إذن الثقافة العالمية إلى إيجاد بديل عن الحروب والصراعات إنه الحوار بين الحضارات وسنرى أن هذا الحوار هو طرح بقدر ما فيه بقدر ما عليه سنقارب المسألة ونحاول تفاهمها بما يجعلنا نعي دورنا ومكانتنا في هذا الكون ننهي إذن السنة الدراسية بمحور رابع هذا المحور الرابع يتعلق بشاغل من شواغل الإنسان العربي المعاصر إنه الفكر والفن نحن في مشكلة أمام جملة من المسائل التي تنبثق يوميا والمشاكل التي تطلع علينا من كل حد وصوب مسألة سياسية ومسألة اقتصادية ومسألة ثقافية ومسألة علمية وغيرها من شواغل الإنسان العربي المعاصر في مجال الفني وفي مجال الأدبي على حد السواء سنقارب هذه المسائل مقاربة تجعلكم قادرين على النظر فيها والتمكن منها واتخاذ موقف لها أو عليه وسيكون الله حليفنا إن شاء الله ونحن نجتمع هذا الاجتماع على درس وعبرة وفهم ومحاولة للتميز عسى أن نشد فيها على أيديكم ونقودكم نحو هذه الذراء التي تنتظركم كي تنتصروا في نهاية سنتكم انتصارا باهرا ترجمة نانسي قنقر